اشتركوا في القناة وسنردد عدية حيوانات المزرعة سنحتاج إلى صور أو مجسمات للحيوانات أقلام تلوين مستعدون؟ أصدقائي أين تعيشون أنتم؟ هل تعيشون في المدينة؟ أم في القرية؟ هل سبق أنزرتم مزرعة حيوانات؟ ماذا شاهدتم فيها؟ والآن أصدقائي ما رأيكم أن نذهب في رحلة مع داني وعائلته إلى مزرعة جده؟ هل أنتم مستعدون؟ سنستمع إلى عدية حيوانات المزرعة جدي عنده مزرعة رح زوره بكرة فيها رح أركض ورد جاجات وللبقرة رح طعميها أما الخارف والعنزات بالعشبات بسليها ومن الكالب أبدا ما بخاف هو وحده بيحميها يا جده خليني هون بمزرعتك أنا فرحان ما بدي ألعاب الكون بدي اهتم بحيوان هل أعجبتكم العدية أصدقائي؟ إنها جميلة والآن سنبدأ بفقرة أصغي ثم أجيب عنوان العدية حيوانات الغابة أم حيوانات المزرعة حيوانات المزرعة أحسنتم جدي عنده بيت أم جدي عنده مزرعة مزرعة أحسنتم أصدقائي كيف كان داني؟ حزين أم فرحان؟ فرحان أحسنتم يريد داني أن يهتم بالحيوان؟ أم يريد داني أن يهتم بالنبات؟ بالحيوان أحسنتم أصدقائي أصدقائي أما الآن أصدقائي فلننظر إلى هذه الحيوانات وسنبقي على الحيوانات التي تم ذكرها في عدية حيوانات المزرعة أحسنتم لماذا؟ لماذا اختفى الأسد والثعلب أصدقائي؟ لأنهما ليسا من حيوانات المزرعة إنهما من حيوانات الغابة أحسنتم مهمتنا اليوم ممتعة أصدقائي علينا أن نبحث عن صور لحيوانات المزرعة ونرسلها للمعلمة أو نستطيع أن نصور أو نلعب بحيوانات المزرعة إذا كانت موجودة لدينا في المنزل أو نستطيع أن نرسم ونلون حيواننا المفدل هنا وقت التطبيق علينا أن نلون الحيوانات التي سمعنا أسماءها في عدية حيوانات المزرعة أصدقائي تعلمنا اليوم عدية حيوانات المزرعة وسنتدرب أكثر من خلال ترديد العدية أكثر من مرة وتنفيذ البطاقة أنا بانتظار أعمالكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر